موسيقى 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 في إطار البرنامج العلمي والتطوير المهني لإدارة الطوارئ الطبية التقينا هذا الصباح حول عنوان علمي آخر لجهاز جديد يستحق أنه نركز تضع عليه لنعرف كيف ممكن نستفيد منه ضمن خدمات الطوارئ الطبية قبل ذلك كان لابد من وقفه لتكريم أبطال الطوارئ الطبية في منطقة حولي اللي تعاملوا مع أكثر من 6,545 حالة على مدار ثمن تشر كانوا حارس أمن وأمان صحة وسلامة أكثر من ثلاث ملايين متردد على موقع وينترلاند في الشعب البحري كانوا يشوفون شهريا في معدل حوالي 500 حالة استطاعوا أنه يحتوونها ويتعاملوا معها كلها بالموقع وتم إرسال خمس حالات فقط للمستشفيات واحدة كانت الجهاد وواحدة امتظام القلب وواحدة ارتفاع بدرجة الحرارة بالإضافة إلى حوادث حصلت هناك الرسالة اللي نريد أن نوصلها أنه تعاملوا بكفاءة احتووا منزارهم سواء عرض أو مرض أو إصابة وخففوا العب على المراكز الصحية أو المستشفيات وهذا من صبعين عملهم اللي عملوا هم يعملون بشغف والتزام بخدمة المترددين والتعبد في خدمة المرضى وتقديم شيء للكويت لأن الكويت تستاهل الآن الملتقى العلمي اللي حنا فيه إحنا إن شاء الله رح يكون أسبوعي بكل أسبوع سيأتي شركة أو أحد أفرادنا يقدم محاضرة على أساس الكل يستفيد منها بإذن الله هذه إحدى أذرع تطوير المهني المستمر لرفع المعرفة مستوى المعرفة وأكساب المهارة والاستماع إلى خبرات تراكمية لنصنع فرقا لصالح جودة الحياة ولصالح جودة المهنة وصحة وسلامة المجتمع في الكويت الكويت تستاهل فشكرا لأبطال الطوارئ الطبية يسعدني باللحظة هذه ومن خلال ورشة العمل اللي موجودة أني أشكر الدكتور أحمد الشطي على تكريم الفنيين العاملين في عيادات الوينترلاند أمانة الفنيين اخدموا خلال فترة ثماني شهور وتم تعامل مع 4650 حالة وأقل تكريم لهم وأقل شكر لهم أن يتم تكريم هذا نقول بشكل عام يعطيكم العافية ونصيحة حق كل الفنيين اجتهد راح تلاقي التقدير وراح تلاقي الاجتهاد الطيب من القياديين بتكريمك وتحفيزك أنك أنت تعطي أكثر فشكر خاص حق دار طوار الطبية وشكر مخصوص حق الدكتور أحمد الشطي وكل اللي حضروا وقدرونا ويعطيكم الفعافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة